يوجد أقل من 400 نمر من فصيلة نمور سومترا في البرية وما ترونه الآن هو لقطات نادرة جداً مصورة من قبل WWF لزوج من النمور يتفاعلان مع بعضهما البعض في أول مراحل التزاوج فالذكر هنا يستنشق الهواء ويكشف عن أسنانه وهذا يسمى بفليمن وهي الطريقة التي تستخدمها النمور لاستكشاف ما إذ كانت الشريكة المحتملة جاهزة للتزاوج وهي تستجيب بالاستلقاء على الأرض مبينة جهوزيتها قام زوجه من دوباب الباندا بتحطيم رقم قياسي جديد للتزاوج الطبيعي إذ أن مدة العملية كانت 18 دقيقة و3 ثوان وحدث هذا في مركز تربية دوباب الباندا في مقاطعة سيتشوان في جنوب شرق الصين وبذلك يكون ذكر الباندا المشارك في التزاوج قد حطم الرقم القياسي السابق الذي يحمله هو نفسه وقدره 8 دقائق ووفق الموظفي المركز فدب الباندا العملاق يتزاوج مرة كل ثلاثة أو أربعة أشهر وقد تم تصوير عملية التزاوج وبثها عبر الإنترنت من قبل آي باندا وهو برنامج متعاون مع شبكة التلفزيون الصينية ومركز الأبحاث لدب الباندا العملاق هذا هو الحصان الذي يدعى أمريكين فارو ولديه لمسة سحرية مع الإناث ليس فقط بين الأحصنة بل من البشر أيضا ولربما ليس هو من يحتاج إلى هذا الحمام البارد إلا أن من يحمس هذا البطل الذي ربح السباق ثلاث مرات متكررة وأن الجميلات التي يتكاثر معهم فقد قال مالكه لقناة اي بي اس نيوز إنه يتكاثر أربع مرات في اليوم كما أنه يربح ما بين خمسة وسبعين ومائة ألف دولار في كل سباق ويقول المالك إنما سيفعله الفحل عند التقاعد والأكل واللعب والتكاثر قد يكون هذا هو رأي كيادان إلا أن مدير مزرعة وينستار قال إنها حالة طبيعية لجميع الفحول بما أنهم يستمتعون بذلك يعيش والد فيرو والذي يدعى بيونير أوف دي نايل في مزرعة وينستار كما أن سعره قد يرتفع من ستين إلى مائة وعشرين ألف دولار بسبب نجاح ذريته معظم الأحصنة تتكاثر بدقيقة أو دقيقتين إلا أن بيونير يأخذ وقته في التكاثر ليستمر لمدة عشرين دقيقة لكن حتى هذا البطل المتوج لثلاث مرات متتالية لن يستطيع الحصول على الخصوصية خلال وقت التكاثر بحيث يضطر لفعل ذلك بوجود أربعة مدربين يضعون الخوذ على رؤوسهم للاعتناء به لكن لا تتوقعوا منهم أن يعزفوا لهما الأغاني الرومانسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر